من أصل أربعة ملايين وسبعمائة ألف قنبلة غاز مسيلة للدموع صدرت كوريا الجنوبية إلى خمس وعشرين دولة حول العالم منذ عام 2019 جاء العراق على رأس قائمة تلك الدول باستيراد أكثر من مليون ومئتي ألف قنبلة حيث استلم 732 ألف قنبلة المرة الأولى في العام الماضي واشترى 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام 2024 أي في ظل حكومة الإطار التنسيقي التي تصف نفسها بأنها الأكثر التزاما بحقوق الإنسان عن سابقاتها من الحكومات قنابل الغاز هي مقذوفات تستخدمها الأنظمة الاستبدادية لقمع الاحتجاجات الشعبية وكانت سلاحا فتاكا قتل مئات المتظاهرين العراقيين خلال تظاهرات تشرين الشعبية التي انطلقت عام 2019 تنديدا بفساد السلطة حيث اخترقت هذه القنابل غير المسبوقة بحسب وصف منظمة العفو الدولية جماجم المتظاهرين في العراق وهو ما دفع منظمة هيومان رايتس ووت شأن ذاك لمطالبة الدول التي تقدم دعما عسكريا للعراق بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وإيران إيقاف مساعداتها للوحدات الأمنية من الشرطة والجيش المتورطين في انتهاكات خطيرة مؤسسة أوميغان للأبحاث والمهتمة بتجارة واستخدام المعدات الخاصة بالشرطة رصدت طوال فترة تظاهرات ثورة تشرين وجود تعمد من قبل عناصر الأمن في العراق خلال إطلاقهم قنابل الغاز في أن يكون تصويبهم قاتلا للمتظاهرين حكومة السودان وعلى خطى من سبقوها ولعلمها بأنها تفتقر للقبول الشعبي فإنها ارتأت أن تؤمن ترسانتها من معدات القمع والتنكيل ضد التظاهرات التي يشهدها العراق بشكل شبه يومي تنديدا بالفساد الحكومي أو للمطالبة بالخدمات وإيقاف نهب المال العام